معطم قوم روح يا خالد انت تعبت اول نهاردة لا يا فندم اروح ايه معلش عشان ترتاح 24 ساعة معايا في الدفنة او في الجنازة لا يا فندم لو يعني فيه المفروض حد يرتاح المفروض حدرك تروح ترتاح معلش عشان الناس اللي موجودة هنا يا خالد تفضل روح لا يا فندم انا قاعد معايا ما خلاص بقى يا خالد قاعدتك منهاش اي لازمة روح بقى طيب يا فندم حضر حضرتك تؤمر بحاجة تشكر طيب تصبع الاخير واتم معلوم على السلام يا خالد ما شريف ايه كل انفعال ده كلنا عارفين الضغوط اللي انت فيها بس هو امرش دعوة لا لا يه دعوة انا شاقك فيه اآ بقول لين ااجل الكلام في الموضوع ده يا فندم واضح ان حضرك تعبت ومحتاجت تستريح لا رم انا مش تعبان ولا حاجة وفهم كواس اوين ابقول ايه فيه علامات استفاهم كتير اكتر من الموقف في الصرار المستمر أن نستبعد الإخوان من كل وقت مرة علينا وقاديكوا شفتوا ما حصل إيه وحتى هويدا شعبان اللي رمت شريحة التليفون بعد ما سجلنا لها ومكالمة واحدة بس ما فيش غيرها هو إحمي هويدا ليه أكيد كان متفق مع الإخوان يجب لهم البنت اللي عملت فضيحة الشيخ منصور يدلهم على مكانها عشان يصفوها ولما احنا قربنا منها عرفنا الرقم صربوا الإخوان وطبوا عليه واخدوها في الحال اسمع شريف أنا حيزك تقعد لوحدك كده بهدوق تعمل تحليل ودراسة للموقف الحالي وتدعو لي بأسرع ما يمكن معالش يا رايسة عافية من الموضوع ده عافيك يعني أنا موت يبني كسرني كسر كبير قوي رايس قومت وقلت مستسلمش وأخد بطاره فجأة حسن يرح مني ولاق الخيانة من أقرب الناس لي خالد ده كان معي من ساعته مستلم طول الفترة دي هو دريع لي مين صدمة كبيرة يا رايس مش حاضر كمي بعد أزم عليك أنا شايف إن شريف بدفع أكتر من لازم وكلنا عارفين كده وكمان دلوقتي مسؤولية أولاد حسن بيه بقت عليه يعني متهالي ما نقدرش نحمله أكتر من كده رايس ربع عنده حقق باشا إخوانا إحنا في أزمة كبيرة جدا مش معقول هنحرق كروتنا واحد وراء الثاني أنا أسف فرنس ده قرار نهائي مش حرجع فيه بعد إذن معليك إديني شرف تكليف المهمة دي محدش يتواجع على حسن قدي ومحدش هياخد بطارو وهيجيب راس اللي قتلوه غيري سواء بقى كان رفعة السملاوي وإلا الكلب النصاب اللي اسمه خواجه لا حول إلا بعالي كل أحوالي عالم بسري وجهري وآلي وما آلي فاطمة أخيرا حرام عليك يا أخي بتنقسمي وحشني بصوتك يا مفتاري تكنت بتغني؟ انت بدن دن كده يعني انت سمعتني؟ سمعتك وأنا بسمع غيرك من ساعة الحادثة يا شيخة الصوت كان مختلف الصوت كان حزين شوية مالك؟ ممكن ممكن عشان حشتني يعني كده يعني يا واد يا شايدة ليه يعني بدن نايم قديين؟ 18 ساعة طعم 18 ساعة أو الله 18 ساعة إيه طب ده كلام برضو يا فاطمة تسيبين نايم كل ده بتصاحتينش لي يا أمي؟ صاحتك يا قدم والله مرتين بس إنت ما كنتش حاس بوجودي خالص مش حاس بوجودك ده كلام برضو وما لحسيت إزاي وانتي بتغني بتغني بتاع 18 ساعة كده جوا صوتي كان عالي معلش؟ لا خالص انا انا ما ننتش كده في حياتي ايه ده؟ أمر فيه الأخ شادي؟ شادي خرج خرج؟ خرج يعني ايه؟ راح فين؟ يعني خرج؟ قالي ان هو عايز يخرج شوية وزهقه قالك ايه بس يا فاطمة؟ قالك ايه؟ ايه اي حد يا أمي هيقولك اي حاجة عتصدقيها؟ الوضع عايز يهرب انا لبطولته دلوقتي حاطه برقابته يا إيدا محرام عليك بقى عشان خاطري بقى حس بي يا ستي انت مش فاهمة دلوقتي يا فاطمة مليون مليون صوت جوية بيهاجمني وبيقولي بيقولك يا بادي يا بنتي عن الحفرة اللي انت بدوس عليها برقليك يا بادي عن الوحش اللي بترمي نفسك بيديكي بتحت درسه بني دي مش كده بنحدف بس الجوية أقوبة كتير من كل وصيب صدني صحيح؟ انا سمعت عندك بلوي مليل بس ما شفتش بحليتك وجمالي وانت ايه بدي لسا شفتين يا فاطمة يا دم انا بشوفك بقى لي ثلاث سنين نعم في منايم حلمت بيك أكتر من عشين مرة يا سليم والله ايه ده حصل طب فاكر لما شفتك في حضرة الشيخ صباحا بتوني لفت بي وما بقيتش عارفة انا صحية ولا نايمة ولا ايه اللي قرالي يا دم انا عارفاك بحس بيك من قبل حيني ما توقع عليك بحدي في الدهوبة السودة دي طب فاطمة انت خدت قمبلا في صدركة بكية قمبلا تاتة يعني خدت منك عملت جراحة دخلت في غايبوبة نا لما لقى طب ازاي ما عصى انا من ساعة الحادثة دي وانا بشوف حاجات وبسمع حاجات وبدخل السلامة رحمة الله ايه الشكلي جيت في وقت جير مناسب يا معلم بوتي 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 كمان يعني في حق يا ابن الله غاي سيئك في واحد مخطوف بيعمل كده بلاش مخطوف واحد متحفز عليه من أجل مصلحته يعمل كده ايه اللي خرجك اتخنقت كرقت اشم هوا شوية فيها حاجة دي بلا فيها فيها حياتك فيها مستعبلك افهم اللي هيض عليك مش انك تقعد هنا اللي هيض عليك انك انت تخرج عشان تشم هوا والداخلية موزع صورك في كل مكان وفي اي مترين في كمين فهمت؟ انا وقعت في حديقة اطفال بوتي 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 خالد مش ممكن يا رايس ده ساعتك ما فيش حاجة اسمع مش ممكن يا فاتن انا علمتك الدرس ده اكتر من كذا مرة انا فهم يا رايس بس اقصد ان خالد بعيد عن شبهة زي دي لانه ملوش مصلحة فيها باي شكل فيه دلائل وتفاصيل كتيرة في دماغي بتؤكد انهو مش بعيد عن الشبهة دي اخرها المناقشة اللي حصلت في العزة مع مصطفى بيه مصمم ان الاخوان من هم شد في قتل حسن وعايز اللباسها باي طريقة للخواجه خواجه؟ مش ممكن طبعا طب ما هو عارف اسلوب الخواجه وشغل اديك رضيتها لنفسك والاهم من كده معلومة ملف الاخوان اللي تسلمت لحسن الله يرحمه انا اليهال وقابليها باسبوع يبقى مين لصرابها لرفعت السم اللاوي عشان يخلصوا منه تاني يوم الصبح مش ممكن ليه خالد ليه انا اسفى ريس اسفى بس بس لصدمة تقيل علي مش قادرة اخالي ان انا ممكن اتغش فيه للدرجاتي يا دي ما هو ده الزمن استضمعت يا فاتن انا لو كانش عندي ثقة فيك دي كنت اندلوها فيك لا يا ريس ابوس ايدك ابوس ايدك ده انا كنت اروح فيها بس حتى لو خالد خانه مش ممكن يبقى رضي ساعتك بانك تسيب الخدمة لانها دي خيانة برضو خيانة؟ ايوة خيانة خيانة الحسن بالله يرحم والكريم ابن حضرتك قابلي منه ازاي تسيب الناس اللا فاتن كل الكلام اللي انت بتريدها مفيش منه اي فائدة شكرا 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 موس اشتركوا في القناة